اشتركوا في القناة اليوم راح نروح لرأس الاعلانات الالهية اهم التعليم المسيحية الانجيل البشرة السارة الانجيل اللي هو مدون اي شك قمة الاعلانات الالهية واهم تعليم وعقيدة مسيحية معظم المسيحيين بيدركوا هذا الشيء الانجيل اللي هو الخبر السار بان يسوع المسيح مات على الصليب ليدفع ثمن خطيانا وآمن بين الاموات ليمنحنا رجاء والحياة الابدية السؤال الرئيسي هو شو هو مصدر فقرة الخطيئة؟ ليش لحتى يكون الموت هو أجرة الخطيئة؟ وإي ما تفهم الجنس البشري أنه بحاجة لمخلص؟ جميع المبادئ الرئيسية اللي احنا منحتاجها لنفهم رسالة الانجيل موجودة بسفر التكوين قواعدة أساساتها مبنية من سفر التكوين الوحي المقدس بيعلمنا برسالة رومي بالإصحاح السادس بالآية 22 أنه أجرة الخطيئة هي موت بس العلاقة بين الخطيئة والموت ما انطلقت من رسالة رومي العلاقة انطلقت من سفر التكوين لأن بسفر التكوين نتعلم أن رب الإله خلقنا نحن مخلوقين على صورة الله هذا الشيء موجود بسفر التكوين بالإصحاح الأول بالآيات 26 و27 هذا السبب بيجعلنا مدينين لرب الإله بالطاعة الكاملة لكامل وصاياه رب الإله أعلن لنا أن العصيان في عليه عقوبة هاي العقوبة هي الموت هذا الشيء منشوفه بالإصحاح الثاني من سفر التكوين بالآية 17 كمان نتعلم بسفر التكوين أن العالم كان بحالة من الكمال بوقت من الأوقات رب الإله وصف العالم بإنيته حسن جدا لو أني آدم أطاع الوصية الإلهية كان عاش بحياة أبدية بعلاقة شاركة كاملة مع رب الإله ليستمتع بهذا العالم المخلوق نحن بنعرف أني الرب الإله هو إله بار وقدوس وما بيقبل الشارك وبعد ما خلق آدم أعطاه وصية بأنه ما يأكل من شجرة معرفة الخير والشر وأعطاه وصية مع عقوبة وتهديد بتطبيق عقوبة أنه إذا عصى هاي الوصية رح يكون في عقوبة هاي العقوبة هي الموت لأنه رح يفقد خلوده وبالنتيجة النهائية رح يموت هذا الشيء منشوفه بالتكوين 17 و3 17 لـ 16 خلونا نرى سفر التكوين 3 17 لـ 16 وقال لآدم لأنك سمعت لقول مرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعارق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود نص الكتاب المقدس ما بيقول لألنا بوجود أي خصائص مميزة لهي الشجرة هي كانت مجارعة شجرة اختارة لرب الإله لحتى يختبر من خلال وسيط أو طاعة آدم للوسية آدم امتلك الحرية بإنه يختار بين أنه يقدم الطاعة المطلقة لرب الإله يصير يتعلم منه يفسر الكون والعالم المحيط فيه بناء على الإعلانات الإلهية وبين أنه يصير كالله مثل ما قالت الحية وذلك من خلال رفض طاعة الوصية الإلهية بهذه الطريقة رح يبدأ يفسر الكون المحيط فيه العالم المحيط فيه من خلال القواعد التعسفية اللي بيضعها هو ومن خلال الذهن المحدود اللي بيمتلكه الأمر المؤسف أني آدم اختار الخيار الثاني سقط بالتجربة أغوية من قبل حواء حواء أغويت من قبل الحية بهذه اللحظة لما أكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشار فقط فقد الإنسان خلوده بهذه اللحظة انكسرت علاقة الشركة المثالية مع رب الإله وابتدأ آدم وحواء يتقدمه بالسن ويشيخه لحتى يصيره شيوخ وبالنهاية رح يموته العالم بيأكمل وفسد بعد خطيئة آدم حتى أن الحيوانات بتعاني من الألم والموت هذا الشي بتشير له رسالة روميه بالآيات 20-22 الإصحاح الثامن من أغرفية إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخض معاً إلى الآن البعض رح يسألوا أني ليش الخليقة كلها تأن وتتمخض ليش الحيوانات عم بتعاني كمان مثل ما عانى آدم وحواء من لعنة الموت والخطيئة آدم كان متسلط على العالم وبالتالي فإن خطيئته كانت رح تأثر بالعالم كله لأن كل شيء يخضع تحت سلطان آدم بيتأثر بتصارفات آدم نحن ما نعيش بعالمنا المعاصر بدول وأمم حتى ضمن مجتمعاتنا الديئة ضمن الأسرة رأس الأسرة أو المتسلط على المجتمع أو قائد هاي المجموعة لما بيرتكب أو بيتخذ قرارات في إلى نتائج حمقاء بتكون نتائج كارثية الجميع يتأثر اللي حدث كان مطلوب لحتى يكون رب الإله صادق أن رب الإله لما قالوا له آدم أنا بعطيك السلطان على كل الخليقة خطيئة آدم ما بتأثر عليه وحده بتأثر عليه وعلى كل ما يخضع له يعني هاي إشارة لصدق رب الإله بأنه تأعطى آدم بالفعل سلطان حقيقي على كل الخليقة خلونا نقرأ برسالة العبرانيين ستة 18 حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما بعد ما قرينا هاي الآية بنقدر نقول أني أمانة الله وصدقه بالسلطان اللي أعطاه لآدم تطلب أني آدم والعالم اللي كان خاضع لآدم يعانوا من نتائج العصيان لارتكبوا آدم حتى نحنا وورثنا الطبيعة الخاطئة نحنا منولد بحالة من الغربة عن المجد الإلهي نظهر علامات العصيان والتمرل على رب الإله بس ربنا ما ترك العالم بدون ما يظهر لألهن رحمته الله أظهر رحمته على البشرية لأنه تأعلن لآدم حواء عن المسيح الآتي عن المخلص اللي هو نسل المرأة اللي رح يدفع ثمن الخطيئة والعصيان اللي ارتكبوا آدم حواء رب الإله أعطاهن نموذج من خلال الذبيحة الأولى اللي تمت في جنة عدن لما أعطاهن رب الإله أقمصة من جلد بإعطاهن الأقمصة من جلد تلقائيا في عنا ذبيحة تم تقديمة هذه الذبيحة كانت نموذج ونقدر نقول أو نتخيل أن هذه الذبيحة ممكن تكون حمل بإشارة للحمل الذي بلا عيب اللي رح يجي ويغطي من خلال دم المسفوق طبعا على خشبة الصليب الخزي والعار الناجم عن الخطيئة رسالة الإنجيل تنطلق من سفر التكوين رسالة الخلاص اللي رح يتممه وأتمه يسوع المسيح على خشبة الصليب تنطلق من سفر التكوين الإنجيل رح يفقد معناه إذا ما كان سفر التكوين عم بيقدم تاريخ حقيقي إذا أخذنا الفكر التطوري الفكر التطوري بيقول أن الموت موجود بشكل دائم قبل الإنسان بفترات طويلة لأن هي هي الآلية التي تطورت فيها الحيوانات الحيوانات الضعيفة ماتت نشأت حيوانات أخرى وظهر الإنسان في وقت لاحق يعني الموت موجود قبل وجود أي شيء اسمه خطيئة كيف ممكن الموت يكون عقوبة للخطيئة مثل ما بيقول الكتاب المقدس إذا ما كان الموت عقوبة للخطيئة ليش يسوع المسيح مات على خشبة الصليب شو معنى الخطيئة وفق المفهوم التطوري؟ يعني هل الخطيئة لها معنى وفق المفهوم التطوري؟ إذا كان العالم مليء بالموت والمعاناة والمرض بشكل دائم شو السبب اللي بيدفع أي شخص يفكر أو يبحث عن طريقة للمصالحة مع رب الإله؟ هلأ الكتاب المقدس بيعلمنا بإنتنا منخلص أي منتحرر من عبودية الخطيئة من خلال ما يعرف باسم ولي الدم هذا الشيء منشوفه بسفر اللويين 25 بالآيات من 47 إلى 49 طبعا بمواضع أخر كمان موجود بس خلونا نقرأ الآيات من 47 إلى 49 من سفر اللويين وإذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك أو لنسل عشيرة الغريب فبعد بيعه يكون له فكاك يفكه واحد من إخوته أو يفكه عمه أو ابن عمه أو يفكه واحد من أقرباء جسده من عشيرته أو إذا نالت يده يفك نفسه ما نشوف بهذه الآية كيف أني رب الإله عم يحكي عن ولي الدم عن القريب اللي بده يحرر قريبه اللي بيوقع تحت دينوني يسوع المسيح اللي هو قريبنا بالجسد جسد رب الإله واتخذ طبيعتنا البشرية لحتى يكون قادر يسدد ثمن خطيانا يفكنا من عبودية الخطيئة الكتاب المقدس واضح جدا أني دم الحيوانات عاجز عن تسديد ثمن خطيانا هذا الشيء موجود برسالة العبرانيين عشرة أربعة لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع الخطايا الحيوانات ما بتقدر تدفع ثمن خطيانا لأنها ما بتشترك معنا بالدم ما في بيننا وبين الحيوانات سلط قربة بس إذا كان التطور صحيح هذا بيجعل من أن الحيوانات تشترك معنا بأحد الأسلاف المشتركين يعني نحن والحيوانات رح نكون تطورنا من أحد الأسلاف المشتركين يعني الحيوانات رح تكون قريبة لألنا في بيننا وبينها صلة دم هذا بيطرح سؤال كتير مهم ليش لحتى يموت يسوع على الصليب بما أن الحيوانات هي شركتنا بالدم هي قريبة لألنا ما في داعي يموت على خشبة الصليب بكفي موت أحد الحيوانات لازم نأكد على نقطة كتير مهمة هي أن الكلام هذا اللي عم نحكيه ما بيعني أن الأشخاص ما بيقدروا يؤمنوا بيسوع المسيح حن ومؤمنين بالتطور في كتير من الأشخاص اللي وضعوا ثقتهم برب يسوع المسيح كمخوص وفادي لحياتهم بيخدموا الكنيسة يخدموا رب يسوع المسيح بيطيعوه ولكي بنفس الوقت تبنوا نوع من أنواع التطور الربوبي اللي بيقول أني رب استخدم نوع من أنواع التطور لحتى يخلق العالم الموجود بس الفكرة الأساسية اللي عم نحاول نقوله أني هدون الإيمانين ممنون متوافقين مع بعض يعني الإيمان بالتطور غير متوافق مع الإيمان بيسوع المسيح المخلص والفادي الوحيد الإيمان بالتطور بيعني وجود الموت قبل الخطيئة الإيمان بيسوع المسيح بيقول أني الموت هو عقوبة للخطيئة الموت دخل إلى العالم بعد الخطيئة الأشخاص اللي وضعوا ثقتهم بربيسوع المسيح لازم يتراجعوا عن خطاياهن لازم يتراجعوا عن الأفكار المغلوطة اللي تبنوها اللي بتدمر رسالة الإنجيل كلمة الله الكتاب المقدس لازم تكون هي المعيار الأعلى بحياتنا نحن لازم نعتمد على الحق الموجود بالكتاب المقدس لازم نعتمد على المنطق المتسق غير المتناقض اللي موجود فيه لحتى نقدر نبني حياتنا بشكل متسق ومتوافق مع إعلانات الرب الإله جميع التعليم المسيحية رح تفقد معناها إذا أزلنا القاعدة التأسيسية الموجودة بسفر التكوين التاريخي سفر التكوين هو بيقدم القاعدة التأسيسية للتعليم المسيحية ومتل ما شفنا أهم تعليم من التعليم المسيحية هو تعليم الإنجيل، تعليم الخلاص اللي رح يفقد معناه دون سفر التكوين التاريخي بالخلاصة بنقدر نقول أن سفر التكوين بقدم القاعدة التأسيسية لجميع التعليم المسيحية وإذا ما كان سفر التكوين هو سفر حقيقي هم بقدم تاريخ حقيقي نحن ما رح نمتلك قاعدة حقيقية لبناء التعليم المسيحية التعليم المسيحية رح تكون مبنية على خرافة وما بني على خرافة ما رح يكون قادر يصمد أمام عدسة التحقيق أمام المنطق أمام الحقيقة الكتاب المقدس بيقدم لألنا سفر التكوين على أساس أنيتو عمين أقول تاريخ حقيقي تاريخ حصل بالشرح من خلاله رب الإله كيف أنيتو هو الإله الخالق خلق السماء والأرض وكل شيء فيها خلال ستة أيام واستراح في اليوم السابع التعاليم المسيحية مرتبطة ارتباط مباشر بهذا التاريخ لهذا السبب لازم نقف موقف حقيقي وثابت من تاريخية سفر التكوين نحن رح نتابع بشرحنا لهذا الموضوع ورح نشوف كيف أليه التفسير سفر التكوين شو الأطراضات على التفسير التاريخي لسفر التكوين شو التبريرات الممكن يأدموها العلمانيين وكيف نقدر نرد عليها هذا الشيء رح يتم بالجلسات القادمة من هون لوقتها بصلي أن تكونوا بخير بصلي أن تكونوا استفدتوا من هاي التعاليم اللي حكينا عنها ولحظتوا كيف أني تمرتبطة بشكل مباشر بسفر التكوين من هون لوقتها بدرككم برعايتها رب الإله المجد لرب والله مرحبا ترجمة نانسي قنقر